السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع اسامة ببدأ بتقديم خالص التعازي في وفاة والد الكابتن حسين الشحات واخوه محمد الشحات ترعني ربنا يلهمهم الصبر والسلوان النهاردة كان تشريع الجثمان وكان متواجد نائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ العمر فاروق وامين صندوق النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي والنادي الاهلي بشكل رسمي عبر مواقع وبجاته الرسمية بينعي حسين الشحات في وفاة والده ربنا يخفر لي ورحمه ويلهمهم الصبر والسلوان منذ قليل انتهت مباراة منتخب مصر مع ملاوي بفوز كبير عريض خارج الديار في اجواء ممترة بربعية نظيفة سجلها طبعا البداية طارق حامد اول اهدافه الدولية ثم عمر مرموش في كرة كنا موفقين فيها للغاية ثم الهدف الثالث شبيه بالهدف اللي سجله محمد صلاح في ملاوي في مباراة الزهاب نفس القصة وانتو بيختارك وبيلعب محمد صلاح مع مصطفى محمد وبيسجل الهدف الثالث والهدف 51 في مسيرته والهدف الثمنتاشر في تصفيات الموهلة لأمم افريقيا والهدف الرابع احمد سائد زيزو عشان ينضم لمحمد عبد المنعم لان روي فيتوريا تحت قيادته للمنتخب سجل المنتخب 14 هدف 12 هدف محترفين وفقط محمد عبد المنعم واحمد سائد زيزو اللي بينضم اليوم وبيسجل هدفه الدولي الثاني بعد تسجيله في بطولة عربية هدف يصبح فقط اتنين لعيبة من الدوري المصري المحلي هما اللي بيسجلوا مع روي فيتوريا كمان كان في ملحوظة مهمة جدا وعلامة استفهام على اداء مصطفى محمد او على تسجيل مصطفى محمد في مبارات اليوم السلاسي خلف مصطفى محمد سجلوا سواء عمر مرموش احمد سائد زيزو محمد صلاح وعجبني جدا فكرة التناوب او اللي بيحصل والتبادل المراكز او اللام مركزية اللي بيعملها محمد صلاح وانضماموا لعمق الملعب التلاتة سجلوا وخلفهم طريق حامد سجل ولكن مصطفى محمد اكتفى بالصناعة في الهدف الثالث لمحمد صلاح والهدف الثاني ايضا يعتبر مساهم في الصناعة وان كانت الكرة ارتدت من مدافع لمدافع وحصل دربكة داخل منطقة الستة يرضى تسجل منها عمر مرموش بالتأكيد فوز عريض بالتأكيد فوز يمنحك صدارة المجموعة تحتاج الى نقطة واحدة امام غينيا في شهر ستة ان شاء الله لضمان الصعود الى امم افريقيا بالتأكيد هتقول منتخب ملاو ضعيف ومحتاج تشوف المنتخب امام فرق قوية لكن لما تكون البداية خمس مباريات مع روي فيتوريا يحاق الفوز في خمس مباريات من المباريات دي مع منتخب بلديكا فبالتأكيد عندنا اللي نقدر نبني عليه عندنا بوادر بتقول ان الامور ممكن تكون افضل فيما هو قادم لمنتخب مصر اه محتاجين احتكاك واعتقد الاتحاد مصر في قرية القدم هيكون حريص على مباراة مع منتخب قوي في شهر ستة القادم ان شاء الله في التجمع الدولي يبان المنتخب يبان قوة المنتخب على ارض الواقع امام منتخبات قوية حتى انت بتلعب مع بلجيكا قبل اسبوع من كأس العالم او قبل ايام قليلة من كأس العالم ربما كان فيه خوف او قلق من اصابات عند منتخب بلجيكا لكن انت قبلت بلعا حسنا عندنا مدير فني مختلف عندنا فيه كرة هجومية عندنا فيه منتخب بيلعب ككتل واحدة مش منتخب بيعتمد على باصل محمد صلاح دي نقطة مهمة جدا جدا عندنا استغلال امثل للمحترفين مع روي فيتوريا كل دي مؤشرات بتقول ان انت عندك مدير فني قادر على صمع نجاح اللي هيزبط ده من عدم وايه الاحتكاف الاقوى مع المنتخبات الاقوى شوفنا منتخب المغرب اللي قدر يفوز على منتخب البرازيل منتخب مغرب صعد للمربع الزابي في كأس العالم بالتأكيد ده يكون منافس ليه فيهم افريقيا وبالتأكيد عندهم طموحات مهمة جدا انهم يحققوا اللقب وده اللي اعلنوا مديرهم الفني الوطني وليد الرقراقي فبالتالي انت محتاج احتكاك قوي يؤكد على هوية منتخب مصر اللي بدأ ترجع مع روي فيتوريا مرة اخرى مبروك للمنتخب المصري الفوز بربعية حتى وان كانت المغاراة شوفناها يعني على مراحل وفي القطاع في البس اكتر من مرة والحقيقة الحمد لله ان الاهداف اللي سجلها منتخب مصر كانت والبس يعني او المغاراة الفيد موجود والبس موجود عشان كنا مش هنشوف الاهداف دي لان ربما في بعض الاحداث تمت ربما يكون بعضها مهم وبعضها غير مهم نتمنى يكون فيه تغطية من البعثة الصحفية او البعثة الاعلامية مع منتخب مصر في ملاوي ان شاء الله يكون الصعود مؤكد امام غيرها ان شاء الله في شهر ستة نروح بقى لالاجواء المحلية بس قبل الاجواء المحلية عندنا تصريح او تصريحات مهمة جدا المدير الفني لفريق ساندود كعادة الاعلام الرياضي المصري يهتم جدا بشأن مجموعة النادي الاهلي يهتم جدا بالاتصالات الخارجية عبر الزوم مع مدير فني لنادي ينافس النادي الاهلي او نادي في مجموعة النادي الاهلي وكأن النادي الاهلي واحده فقط لغير الذي يلعب او يخوض مباريات في افريقيا كنادي مصري كالعادة بتعودنا على ده ولكن عجبني جدا زكاء المدير الفني لفريق ساندود برجم الاسئلة المفخخة من سيف زاهر في محاولة لاثبات وجهة نظر ما او دعم ما او الصراع في مقارنات ما بين مدير فني حالي ومدير فني سابق ومكوينة الحقيقة جاء بمنتاز زكاء قال النادي الاهلي فريق قوي عنده لعبين اقوياء سواء مع بيتسو مسماني او مع مرسيل قولر النادي الاهلي يظل قويا والاهم كمان قال ان بيتسو مسماني له ايادي بيضاء على مشواري الفني فمحاولة سيف زاهر التقليل من بيتسو مسماني فشلت تماما مع مكوينة المدير الفني لفريق ساندود اتكلم عن مباراة الهلال وقال احنا لا نستحق الشكر احنا لعبنا مباراة فير بيلي والحقيقة انا مستغرب جدا من قصة الشكر خاصة وان فريق ساندود كان في حاجة لنقطة التعادل من اجل ان تكون فرصة صدارة المجموعة في ايده انا مش قادر استوعب ليه دايما ما حسنا ان فيه جميلة حصلت وتعاملت فيه المباراة وانا اقل لكم من قبل المباراة فريق ساندود هيتعادل فريق ساندود محتاج لنقطة اه ممكن يفكر بشكل براجماتي بحث ان هو يتروح بالنادي الاهلي لكن هقول لكم ان حتى تحته بالنادي الاهلي مش فرقة مع فريق ساندود زي انه لسه يفايز على النادي الاهلي خمسة اتنين فما عندهش مشكلة او غضادة ان هو قبل النادي الاهلي وده اللي بيفكره فيه فالحقيقة استدراج يعني مكوينة في الكلام والحديث عن اهل موسيماني واهل قولر ده يعني يعرف انت شعر الاعلام الرياضي المصري في الفترة دي ولكن حسنا فعل مكوينة فيه اجابته حتى السؤال وده الاعلام من حق يسأل اي سؤال هنا بقى في القصة ساندودز والطعاو فاوض مع بيرسيتاو قال المقدرش اتكلم عن اللاعب في فريق اخر كل الاحترام للمكوينة رغم الاسئلة المفخخة ولكن قدر يقدم دموذج سهل وسالس جدا نتمنى من الاعزاء ضيوفنا المنتمين للنادي الاهلي اللي سبق ليهم اللاعب للنادي الاهلي مع الاسئلة المفخخة دي لما بيشوفوها في الاعلام الرياضي يتحلوا بما تحل به يعني المدير الفني لفريق ساندودز من زكاء واحترام للاندية المنافسة فانا بطالب بطالب الاخوة والاعزاء الافاضل والانا واثق انهم اهلوية يكونوا حازرين جدا في التعامل مع اسئلة من هذا النوع في مباريات النادي الاهلي وشوفنا السنة اللي فاتت كانت ازاي الاسئلة بيتم تقدمها في مباريات محسومة ومباراة بدون اهمية عشان يتم انتقاد المدير الفني للنادي الاهلي السابق الاول اصبق بقى بيتسو مسمعني طبعا مش هنعدي موضوع قاربة في لقاءه مع رامز الحقيقة انا مش متابع برنامج رامز بقاله ثلاث سنوات بيفتقد للابداع ولكن كان فيه تصراحات مختصة بالشأن الرياضي فعلينا متابعتها انا مبدئيا مش متفق تماما مع فكرة عقده صح انا يعني وجهة نظري انا لن يعني اشتري فكرة مش مقتنع بيها ولن اروج فكرة يعني بشوف انها فيها تضليل من وجهة نظري ولكن في النهاية الموضوع ده خلاص نتخطأ في نقطة تانية اخرى وهي قصة كهرباء والاعتزال في حالة لعبه للزمالك وده سبق قاله علي معلول فعلا مع ايضا رامز جلال في احد يعني السنوات وبالتالي ده شيء ايجابي جدا ولكن الاهم ان نفضل محافظين دايما على تركزنا داخل ارض الملعب ان شاء الله يكون كهرباء احد اهم اسباب الفوز على الهلال السوداني وان شاء الله يعني يتم سداد الغرامة وحسن الفعل النادي القالي بتصدير كهرباء في الاعلانات الفترة الرمضانية دي لانه بالفعل يستحق لانه المقطة مهمة جدا ان العقد بتاعه مع نادي الزمالك او رحيله مع نادي الزمالك كان بعد انتهاء العقد الرسمي وده اللي احنا قلناه ان فيه ازمة في التوصيق العقد بعد موعده او 30 يوم وكان مهم جدا من وجهة نظري ان كهرباء يتقدم بالتشكيك يتقدم بالطعن يتقدم لمحاكم عشان يوضح النقطة دي ولكن هو اكتفى بالدعاء عليهم ربما توفيق كهرباء الفترة الاخيرة ربما يكون احد اسباب يعني او احد الاسباب هي متعلقة بالتوصيق العقد في غير موعده طبعا الامور دي كلها يعني مش هنقدر ندخل فيها بما انه مش معانا حكم قضائي يؤكد فكرة ان التوصيق في غير موعده ولكن ده الكلام اللي تم طرحه في الفترة الاخيرة واللي ظهر فيه تسريبات لصورة عقد الكهرباء كل التوفيق لكهرباء واللعبي النادي الآلي في مباراتهم القادمة امام الهلال السوداني المناسبة انا يعني جالي بعض التعليقات او شفت بعض التعليقات على القصة دي ان ازاي يكون عنده مباراة مع المنتخب وعنده مباراة مهمة مع الهلال السوداني وبيطلع في برنامج جامس ده شيء انتشر فعلا جماعة القصة يعني معروفة عن ان القصة دي بتبقى مسجلة قبل رمضان نروح لنقطة تانية وهي متعلقة بنادي الزمالك ونقطتين الحقيقة متعلقين بنادي الزمالك ميده وكلمة الدكر اللي دايما بقينا نسمعها فيما هو متعلق في نادي الزمالك ان نادي الزمالك عايز رئيس دكر نادي الزمالك عايز مدير فن دكر مش فاهم ايه حكاية الزكورة في نادي الزمالك ده يعني مش فاهم بصراحة انا بعتذر جدا للسادة المشاهدين المسترخة ده ما بحبش اذكره خالص على اطلاق وما بحبش اوصف حد بقصة ده واحد مش عارف ايه لانه في النهاية الاصل في القصة ان انت تكون حازم في موقفك وان انت تكون مسئول عن موقفك بمنطقة القوة لكن قصة اننا المصطلح ده بدأ يتكرر كتير وتحديدا في نادي الزمالك وكأننا في مركز لعلاج الخصوبة والذكورة موضوع صعب جدا رئيس نادي الزمالك لازم يكون دكر الموديل الفني لنادي الزمالك لازم يكون دكر وما ينفعش مدير فني يكون صاحب شخصية قوية لازم مصطلح دكر ده يعني يذكر في ما هو متعلق بنادي الزمالك موضوع صعب وانا اتمنى نتوقف عنه وانا بعتذر فعلا لان انا بكرره على لسان البعض ولكن الموضوع استفزني جدا خلينا نتكلم بشكل فيه مصطلحات حتى تكون سليمة من وجهة نظري ولائقة بخرة القدم ولائقة حتى بالمستمع قول انا عايز مدير فني تكون شخصيته قوية تكون شخصيته حزمة ليه مع نادي الزمالك بيتم استخدام المصطلح ده هي المشكلة في نادي الزمالك عشان اتم دايما استخدام المصطلح ده ان الزمالك دايما محتاج لده ده يا جماعة ما تقول الزمالك محتاج للرئيس نادي شخصيته قوية الزمالك محتاج له مدير فني شخصيته قوية ليه المصطلح ده بيتم استخدامه في نادي الزمالك اتمنى يتم التوقف في الاعلام الرياضي عن استخدام هذا المصطلح لانه الحقيقة من وجهة نظري لا ياليك ابدا انه يبدأ يتقرر عن نادي الزمالك او اي نادي اخر غيره خلينا نتكلم بالمصطلحات تبقى مرتاح وانت بتقولها واعتقد يعني شخصيته قوية يعني تجوب بكل المصطلحات اللي تقالت عن طريق احمد حسان ميدو او عن طريق المنتمين لنادي الزمالك عن نادي الزمالك في احتياجه لحد بالصفة او بالمصطلح اللي ذكره احمد حسان ميدو مش عايز اقراره اكتر من مرة ده موضوع اخر الموضوع التاني بقى اللي انا عايز اتكلم فيه ما يقص نادي الزمالك هو ما يقصش نادي الزمالك لوحده الحقيقة نادي الزمالك اتقفل له حساب اتفتح له بنوك يعني لما شوف ان في وقت من الوقات الرئيس التنفيذي لأحد البنوك يعني المستأجرة موقع او محل في مكان في نادي الزمالك او في صور نادي الزمالك يتحدث في كلاب هاوس قبل كده وهو استاذ عمر الجنيني اللي هو كان احد اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك الاسبق وطبعا كان رئيس اللجنة الخمسية التي ادارت الاتحاد وقال انا ساعدت نادي الزمالك في اوقات صعبة جدا ان برغم امتداد تعاقد ايجار البنك مع صور نادي الزمالك دفعت مبلغ مالي لمقدم خمس سنوات تعاقد يعني دفعت خمس سنوات مقدم تعاقد على اي اساس مين بيعمل كده خاصة لما يكون بنك خاصة لما يكون مع القيمة اللي بتتغير لسعر الجنيه القيمة الشرائية القوة الشرائية للجنيه يعني انا ادفع خمس سنين مقدم انا كان رئيس تنفيذي لهذا البنك انا اضريت بالبنك ده لمدة خمس سنوات لان بالتأكيد المليون جنيه في اول سنة غر المليون جنيه في السنة الخمسة قيمتها الشرائية قلت لكن انا دفعت بالقيمة الشرائية الحالية لما هو بعد خمس سنوات وقلنا عدناها والراجل كان بيساعد نادي الزمالك ومش عارف ازاي بيساعد نادي الزمالك بمنصبه في احد البنوك كرئيس تنفيذي. كمان النهاردة تطلع اخبار ان نادي الزمالك مع هذا البنك او هذا البنك مع نادي الزمالك دفع 109 مليون جنيه لنادي الزمالك مقدم او جزء من مقدم ايجار تعاقد لمدة خمسون سنة تانية بعد 2029 لالفين اربعة واربعين مين اللي بيحاسب الناس دي وعلى اي اساس النادي ده بيتفعله او بتتفتح له البنوك بالشكل ده وقصة اصلي كان فيه صراع على ان الناس تاخد وناس تحجز المكان ده لانه المكان الافضل ده نادي زمالك بيفتتح في صور وحاليا بنك اخر كان يعني منح قرد النادي الزمالك بسبعين مليون جنيه ومن احد بنوك الدولة بنك اخر يعني القصة مش واقفة اوي على المكان ده المكان ده والموقع ده المتمائز من وجهة نظر ادارة البنك وما يكونش بالشكل ده وما يكونش لسنة الفين اربعة واربعين دي امور انا مش ادرى استعوافها بصراحة وخاصة لما يكون خارجة من بنك عارف يعني ايه قيمة القوى الشرائية للجنيه فاذا كان الزمالك بيعاني من غلق حساب فبنقول له مبروك البنوك كلها اتفتحت لنادي الزمالك في صور نادي الزمالك لحل ازمات نادي الزمالك وكل ده تحت مرأة ومسمع من الجميع نقطة اخيرة ربما يعني نادي الهلال السوداني ومشاكل نادي الهلال السوداني مع النادي الاهلي كانت واضحة بشكل كبير جدا وبتشير لشيء ممكن يحدث منذ قدوم البعثة فنتمنى يكون في حرص من الاعلام الرياضي على رصد اي شيء متعلق بالبعثة السودانية دون استضافة اي مسؤول لتصريحات من شأنها انها مش اقول فتنة وتعصب بالكلام ده لكن على الاقل ما تسخنش جماهير النادي الاهلي يعني ده اعتقد الكل لابد ان يكون مسؤول لان نادي الهلال السوداني لما تكلم عن الامن المصري ما تكلمش عن النادي الاهلي لان النادي الاهلي مش بيأمن مبراياته اتكلم عن الامن المصري وبالتالي تحدث عن جزء قصيل من الدولة والاعلام جزء قصيل من الدولة ما ينفعش اننا اساعد فريق الهلال السوداني على الجيم اللي بيلعبه بانه جيب تصريحات مستفزة الجماهير منهم شباب وفيه حضور خمسين الف مشجع ايضا المفترض يكون مصاحب لبعثة الهلال السوداني كل شيء مسجل صوت وصورة لانه واضح جدا انه ربما يلجأوا لبعض التلاعب من اجل اعادة المباراة من اجل مش عارف ايه اتصدير ازمة للنادي الاهلي وللدولة المصرية وخاصة الامن المصري فبالتالي المفترض ان حسن الناية يختفي لان الحقيقة ما حدث من نادي الهلال السوداني بيانفي اي وجود لحسن الناية وبالتالي يتم تكرمهم كاي ضيوف على الدولة المصرية كاي بعثة قادمة رياضية للدولة المصرية يتم تأمينهم بالشكل الكافي ويتم رصدهم بشكل كافي جدا 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 دي نقطة كان مهم جدا الحديث فيها عن بعثة فريق الهلال السوداني القادمة لاداء مباراة الاهلي والهلال السوداني بالنسبة للشناوي ما فيش اصابة الحمد لله الشناوي فقط لغير كان نوع من انواع الراحة حمد فتحي اول لما نزل اول دقيقة كان اول انزار ضد حمد فتحي يعني فيه لعيبة لم تشارك معه منتخب مصر على هذا اساس كنت تقولي اللعيبة دي ما تسافرش ولكن ربما لم يتم التنصيق ربما روي بيتوريا تمسك بكل عناصر البعثة في النهاية ان شاء الله ان شاء الله يكون والنادي الاهلي قادر على تقديم مباراة قوية جدا باذن الله بعد عودة لعيبة الدوليين وبعد ايضا العودة للتدريبات اخيرا تحدد بشكل رسمي مباراة الاهلي وبرامدز في نهاية كأس مصر يوم 10 ابريل ان شاء الله بعد خمس ايام من مباراة الاهلي وغزل المحلة خلينا نفكر في الاليل السوداني ونبدأ نشوف مباراة الدوري ومباراة كأس مصر ولكن اكيد مبطولة مهمة مباراة ببطولة امام فريق برامد يحمل حسية كبيرة جدا من النادي الاهلي كل التوفيق للنادي الاهلي في العشر ايام القادمين او في المباراة الحماسية القادمة التي تحدد مصير النادي الاهلي في بطولات اما مباراة الهلال في بطولات افريقيا ومباراة برامدز ايضا في تحديد بطولتين مش بطولة واحدة بطولة كأس مصر وكمان بطولة الصبر التي تلعب في الامارات يوم خمسة ماين نشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع سلام